السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة في اول محاضرة الدكتور احمد جودا واللي كانت بعنوان الانتهيستاميت في بداية المحاضرة الدكتور اتكلم عن حاجة اسمها الاوتاكويت والاوتاكويتز دي فاكتور بتتصنع جوه الجسم بتعمل شبه الهرمون بس الفرق ان الاكشن بتاح بيكون لوكل نير سايتوف سنسز قريب من مكان اللي بتتصنع فيه من اهم الاوتاكويتز اللي في الجسم دي حاجة اسمها الهستامين وده موضوعنا النهاردة والسيروتونين والبروستاجلنت الهستامين يعتبر من اهم النيورو ترانسوموتر بتاعت البرين بتتصنع داخل الجسم من حمض اميني اسمه الهستيدين بيتم تصنع الهستامين من الهستيدين عن طريق انزيم اسمه الدي كاربوكسيليز واللي بيشيل مجموعة سي او او اتش من الهستيدين عشان يتينا مركب الهستامين الهستامين بيكون انفولفت في الانفلاماتوري رسبونس تو اني ألورجي لما الجسم بتعرض لأي ألورجين حقيقة اي حاجة بتسبب الحساسية غريبة عن الجسم الجسم بيطلع الجسم يبدأ يطلع انفلاماتوري ميدياتور اللي هو الهستامين الالورجي اللي ممكن تحصل لنا واللي ممكن تسبب خروج الهستامين ممكن تكون بسبب دراجة عندنا حساسية منه ممكن تكون بسبب فود معين ممكن تكون بسبب او ممكن تكون بسبب اللي بتكون موجودة في فصل الربيع الالورجيك كونديشن امثلة على الالورجيك كونديشن الارتكارية ودي ممكن تحصل لنا بسبب فود معين اكلنا او اي استريس كونديشن الكونجنك تايويتس ودي بتكون بسبب حاجة اسمها وهو حساسية سببت لنا لتهفل جيوب الأنفية كمان في حالة خطيرة من الالرجي كونديشنز اسمها الانجيو ايديما ودي بتكون ممكن تحصل للناس اللي بياخدوا أدوية الهارتفاليور الهارتفاليور اللي هي الاسي انهيبتور بنلاحظ في الانجيو ايديما ان الكون بيكون فيها انلرجد تونج زي ما احنا شايفين في الصور طيب دلوقتي الهيستاميه لما بيسبب لنا انفلاماتوري ري اكشن بسبب الحساسية احنا عايزين نحل المشكلة دي فبدأنا نعمل حاجة واللي بنطلق عليها اسم الهيستاميه لما بيجي يعمل بسبب الحساسية بيعمل بايندينج لحاجة اسمها فاحنا عايزين نمنع الموضوع ده فبالتالي عملنا ادوية واللي بنطلق عليها اسم الهيستاميه كانت اول محاولة اننا نعمل الادوية انتيهيستاميه عندنا حاجة اسمها الفيرست جينيريشن انتيهيستاميه ودي الامثلة عليها كتير عندنا الديفينهايترامين الديمينهايدرينيت الميكليزين دوكسايلامين الفينرامين والكولوروفينرامين الميبرامين والسيبروهيبتاتين والبروميثازين الفيرست جينيريشن انتيبيوتك اول ما اعملناها كان لها مشكلتين اول مشكلة انها ادوية بتعدي البلاد بريم باريور وبالتالي بتعمل السيديشن انها بتعدي الحاجز المخي وبالتالي بتعمل سيديشن وكمان لها شورت هاف لايف فبالتالي بما ان لها شورت هاف لايف هنضطر ان نقودها اكتر من مرة في اليوم لان الشورت هاف لايف بتاعتها قصيرة بتكون من اربعة لست ساعات كمان ممكن فيها بقى ممكن نستخدم الانتهيستامينيك في حاجات تانية فمسلا الدوكسايلامين ده احسن سيداتيف بيستخدم من الكولولوفيرومين مثلا ده بنستخدمه في الكمبينيشن بتاعة ادوية البارد سي الكونجستال والسيبروهيبتاتين من المواد اللي بتفتح الشهية وبالتالي بنستخدمه في الويد جين تاني محاولة لنا مع الانتهيستامينيك دراج عملنا ساكند جينيريشن من الانتهيستامينيك في الساكند جينيريشن علينا مشكلة ان الفيرست جينيريشن بيعدي البلوت برين باريور بما يعني ان الساكند جينيريشن ادوية مش بتعدي البلوت برين باريور ويكون كمان لها لونج هاف لايف عن الفيرست جينيريشن امثلة للساكند جينيريشن حاجة اسمها اللوراتيدين والسيتريزين والتيرفنادين بس التيرفنادين مؤخرا اتسحب من السوق لانه كان دواء كارديو توكسك فبالتالي اتسحبه من السوق لانه كان بيزود حاجة اسمها الكيوتي انتريفل في القلب وبيعمل اريزمية وبالتالي بيكون كارديو توكسك حاولنا كمان نزود الهاف لايف بتاعت الانتيهيستامينيك فعملنا حاجة اسمها ثيرد جينيريشن انتيهيستامينيك ودي عندنا لها تلت امثلة حاجة اسمها التسلوراتيدين ده متابولايت من اللوراتيدين حاجة اسمها الليف والسيتريزين وده متابولايت من السيتريزين وحاجة مهمة جدا اسمها الفيكسوفينادين وده الاكتيف متابولايت بتاعت التيرفيندين. التيرفيندين اتسحب من السوق عشان هو كارديوتوكسيك لكن الفكسوفيندين مش كارديوتوكسيك وبالتالي بنستخدمه وفكسوفيندين نخلي بلنا ان هو من اكمل الانتيهيستامانك اللي ممكن نغطها لمرضى الكبد لانه بيحصله اكسكريشن وزاوية هباتيك ميتابوليزم. يعني مش محتاجين الكبد يعملو ميتابوليزم وبيحصله اكسكريشن. واحنا بنكمل كلامنا عن الانتيهيستامانك. هنتكلم اول ممكن من الاستخدام فيها الالارججيكrelated اول ممكن ان نستخدمه لاستخدام الالارججيك 죄송 عادي بس المشكلة شوية ان الرد الفعل بيكون فيه عنيف شوية فبالتالي بيكون life threatening بيهدد الحياة ممكن يموت. اللي بيحصل في الانافيلاكسز قلنا ان الرد الفعل لما يتعرض للاليرجين بيكون عنيف شوية فيحصل massive release of the histamine. ده بيكون especially في مكان زي الارتريول مكان زي الكابيلاريز مكان زي البوست كابيلاري فينيول. البوست كابيلاري فينيول دي اكتر حاجة بتكون responsive للريليز بتاع الهيستامي. بيترتب على كده ان بيحصل severe drop في البلاد بريشر. السيفير دروب في البلاد بريشر ده بيعمل anaphylactic shock والانافيلاكتك شوك دي زي ما قلنا بتكون life threatening. لو احنا استخدمنا الانتهيستاميك بس عشان نعالج الانافيلاكسز ده مش هيكون كفاية. الانتهيستاميك هتكون كويسة لو خدناها كprotective. اعملوا قائم. انما في علاج الانافيلاكسز بنستخدم ثلاث حاجات مع بعض. اول حاجة ممكن نستخدمها في الانافيلاكسز اللي هي بتكون حالة emergency. ممكن الشخص يتعرض للوفاء بسببها. اول حاجة بنيديها للعيان بنيدي له حقنة ابنيفرين بتتاخد انتراكاردياك في حضرة الالبوم بباشرة. بنتني مع الابنيفرين كورتيكوستيرايد كورتيزون يعني. وانتهيستاميك عشان يخفف الماسيف تالت حاجة ممكن ناخد لها انتهيستاميك. الموشن سيكنس. احسن انتهيستاميك هيعالج الموشن سيكنس. حاجة اسمها الدايفينهايدرامين والدايمينهايدرينيت والمكليزين والدوكسايل امين. رابع حالة ممكن نستخدم فيها الانتهيستاميك هتكون النوزيا أوفل بريجنانسي. في الستات الحوامل في اول تلت شهور الست الحامل مش بتكون متعودة على مستويات عالية من البروجسترون. في اول تلت شهور من الحامل هرمون البروجسترون بيكون عالي في الفيميل. وبالتالي البريجنانت وومن مش بتكون متعودة على الليفل الهايدة. فبيحصلها نوزيا. فاحنا عشان كده بناخد انتهيستاميك في اول شهور في الحامل عشان نعالج النوزيا بتاعت البروجنانسي. واحسن زي ما قلنا قبل كده احسن حاجة للبروجنانسي بالنسبة للانتهيستاميك هتكون الدوكسايل امين. بالنسبة للهيستوري اوف الانتهيستاميك زي ما تكلمنا كنا قلنا ان الفيرست جينيريشن بيعدل بريجن باريار. حللنا المشكلة دي في السكند جينيريشن. باننا نخلي السكند جينيريشن ما يعديش البلاد بريم باريار عن طريق اننا نقلل اللايبو في الاستفايا ما يعديش من حجز المخي. هنزود البلازما بروتين بايندينج. فبالتالي نحصل على لونج ديوريشن. الدو يقعد فترة اطول في الدم فيعمل اكشن لمدة اطول. كنا قلنا برضو ان السكند جينيريشن زي التورفيندين والاسيتاميزول بيكون ليهم كارديو توكسيك افكت علشان بيزوده الكيوتي انتورفل بتاعة القلب. وبما ان الكيوتي انتورفل زادت هيعمل الرزمية وممكن تأدي للوفاء. فعشان كده سحبناه من السوق. في السورد جينيريشن انتي هستامينيك. عملنا ليه سورد جينيريشن انتي هستامينيك. عشان نزود اللونج ديوريشن. نخليها لونج ديوريشن اكتر. ونقلل السايد افكت. ونزود الافكسي. اهم ثلاث امثالة على السورد جينيريشن زي ما تكلمنا قبل كده. كنا جبنا اللوراتيدين. اللي هو يعتبر ساكن ديجينيريشن. جبنا منه اللوراتيدين. هنلاحظ ان بعد ما كان الجيل التاني بيشتغل اربعة وعشرين ساعة. ده هيشتغل لمدة سبعة وعشرين ساعة. الستريزين جيل تاني جبنا منه ميتابولايت الليفوستريزين. هيقعد برضو فترة اطوال. التور في ندين اللي كان كارديوتوكسيك وكنا سحبناه من السوق. هنجب منه اكتف ميتابولايت الفكسو في ندين. وده بيكون امن جدا مع مرضى القلب. هنعرف كمان امن جدا مع مرضى الكبد. وهنعرف كمان شوية ليه. بالنسبة للفارماكوكيناتك بتاعة الانتي هستامينيك هنتكلم فيها عن اربع حاجات مهمين. ابزوربشن بتاعة الانتي هستامينيك والديستريبيوشن بتاعها والميتابوليزم والاكسيكريشن. هناخد الحاجات المهمة فمثلا الابزوربشن بتاع الانتي هستامينيك بيقول ان there is no food interaction. مفيش اي تفاعل بين الانتي هستامينيك وبين الاكل فبالتالي نقدر ناخده بعد الاكل عادي. مش هيحصل له حاجة. بالنسبة للديستريبيوشن قلنا ان الانتي هستامينيك بتكون ويدلي ديستريبيوشن فعندنا مثلا الفيرست جينيريشن كان بيعدي البلات بريم باريور. ممكن نستفيد من ده بعد كده زي ما هنشوف. بس كانت مشكلة الانتي هستامينيك ان التي هاف بتاعة قليلة من اربع لست ساعه. بالتالي بنحتاج ناخده من ثلاث لاربع مرات كل يوم عشان يكون فعال. الوما التاني والتالت ممكن نغدهم زي ما قلنا مرة واحدة بس في اليوم لان التي هاف بتاعتهم بتكون طويلة شوية. بالنسبة للميتابوليزم والإكسكريشن هنلاحظ ان كلهم بيحصل لهم هيباتك ميتابوليزم معادة واحد وهو الفيكسو في ندين. الفيكسو في ندين مش بيحصل لهم متابوليزم وبيطلع في البايل ويطلع عن طريق الستول. اي ما انما اي انتهي هستامينك تاني هيحصل له متابوليزم عادي ويطلع في اليورين ويطلع في اليورين ويطلع في اليورين عدد عن طريق الكلية. تمام يبقى الميتابوليزم كلهم بيحصل لهم هيباتك ميتابوليزم معادة الفيكسو في ندين ده بيطلع في البايل ويطلع في الستول. انما الباقيين كلهم بيحصل لهم متابوليزم عن طريق الكبد ويطلعوا عن طريق اليورين. لو بنتكلم عن الميكانزمة بتاع الانتيهستامينك هنقول انه اللي بيحصل في الطبيعي ان الهستامين بيمسك في ال H1 ريسيبتور يحصل بعضها اكتيفيشن لحاجة اسمها GQ بروتين الجيكيو بروتين ده بيكون اكسايتاتوري لكذا ما كان فهيسبب فازو ديلاتيشن هيسبب اسبازن انقباضات في مكان زي البرونكاي في مكان زي الجي اي تي في مكان زي اليوترس وكمان هيعمل لنا سكين اتشينج اوبي عشان نمنع كل الكلام ده هنستخدم الانتيهستامينيك اللي بنسميها H1 بلوكر تمام بس بيقول ان الانتيهستامينيك زي ما بتعمل H1 بلوكينج اكشن كمان ممكن تأثر على ريسيبتور تاني وبالتالي تعمل لنا اعراض جانبية فمثلا ال H1 انتيهستامينيك بتأثر على السيريتونين ريسيبتور بتعمل بلوكينج للسيريتونين ريسيبتور وده بيزود الشهية وبيساعدنا على الويت جين بيزود الوزن الواحدة يأكل كتير فبالتالي وزنه يزيد اكتر واحد بيعمل بلوك للسيريتونين ريسيبتور هو السيبروهيبتاتين زي ما قلنا قبل كده الانتيهستامينيك زي ما بتقفل ال H1 ريسيبتور ممكن كمان تقفل ال Alpha Adrenergic Receptor ال Alpha Adrenergic Receptor لو اتقفلت هيحصل High Potential ضغطها يقل بمعينة ضغطها يقل هيحصل Reflex Tachycardia اكتر حاجة بتعمل Alpha Adrenergic Blocking Action حاجة اسمها البروميسازين كمان ممكن الانتيهستامينيك تقفل الكولينيرجيك ريسيبتور هيكون لها أتروبيين like action هتعمل زي الأتروبيين اكتر حاجتين بيعملوا الكلام ده بيقفلوا الكولينيرجيك ريسيبتور حاجة اسمها الدايفين هايدرامين والبروميسازين يبقى احنا عندنا البروميسازين مشترك في النوع بيقفل الكولينيرجيك ريسيبتور وبيقفل الأدرينيرجيك ريسيبتور لو الانتيهستامينيك زي الدايفين هايدرامين والبروميسازين قفلت الكولينيرجيك ريسيبتور يعني يبقى لها أتروبيين like action هتعمل Dry Mouse هتزود الجفاف بتاع الفم هتعمل Urine Retention وهتعمل تاكيكارديا بس التاكيكارديا عن طريق الكولينيرجيك هيكون ضعيف شوي بالنسبة للSide Effects بتاعت الانتيهستامينيك هنقول انها تعمل Sedation هتقلل Physicomotor Activity بالذات الفيرست جينيريشن ليه هتقلل Physicomotor Activity عشان هي بتعدل Blood Brain Barrier وتعمل Sedation فبالتالي مش هنستخدمها للناس اللي بتشتغل الجوبوركورز قلنا Side Effect للانتيهستامينيك انها بتكون برضو Anticholinergic زي الدايفين هايدرامين والدايمين هايدرينيت وقلنا انها بتعمل Dry Mouth Urine Retention هتعمل Fecal Retention Retention هتعمل Conestivation يعني هتأثر على الرؤية هتعمل تاكيكارديا فبالتالي مش هناخده لواحد CVS بيشانت حد عنده مشاكل في القلب مش هنتهاله الانتيهدرينيرجيك قلنا زي البروميسازين هتعمل لنا هايبوتينشن ورفلكس تاكيكارديا بالذات البروميسازين فالبروميسازين مش هناخده لحد عنده مشاكل في القلب انتيسيروتونين السيروتونين ده هرمون السعادة اللي بيساعد على الشبع فاحنا لو خدنا انتيهستامينيك وقفلت السيروتونين ريسبتور هتزود الشهية شوية وافضل مسال على الموضوع السيبرو هبتدين بالنسبة للدراج انتر اكشن بتاع الانتيهستامينيك هنلاقي احنا قلنا ان السيروت جينريشن انتيهستامينيك بتعمل سي انيست بريش بتعمل سي تيش لانها بتعدل المخ فبالتالي لو خدناها الدواء بيعمل سي ان اس دي بريشن هيحصل بوتينشييشن والاكشن بتاعها يزيد فاحنا نخلي بالنا لو خدنا الانتيهستامينيك مع دواء بيعمل سي ان اس دي بريشن هيعمل بوتينشييشن للدبريشن وهيزوده شغل بعض لو خدنا انتيهستامينيك مع الماء وانهبتور الماء وانهبتور دي ادوية من موضوعات الاكتئاب ادوية الاكتئاب بيكون لها أتروبين ل meta least وإحنا كنا قلنا أن الـ Anti-Histaminic بتكون Anti-Colinergic يعني لها�te Anyways لو إحنا خذنا الماء وإنهيبتر اللي بيكون لها Summit like action ما حاجة بتعمل Muslim life action هي كمان هيحصل وتنشييشن والأكشن بتاعهم يزيد كده قلنا كل حاجة قالت في المحضرة عن الـ Anti-Histaminic أستت freshwater بإذن الله شكرا شكرا